اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كلنا هيشتركوا في الجمهور شتياراتunning وصولوا في القناة اكثر من جديد ما كنش الماكلة باش كي وكلوا مماليع الوليدات ديال المساتة او المقنية احنا دائما الاخوان الجريبة هي اللي كتخلينا نواكب السير ديال هاد الولاعة هادي فغادي ان شاء الله نتكلم على واحد تركيبة كنديرها كنوكل بها الوليدات وهي تبارك الله يعني كتعطي وكيكون الوليدات يعني في على احسن ما يورا من اللي كتكون واجدة الماكلة وعند قيتي واحد نوع ديال مثلا كتلقى واحد نوع ما كيت ذاك سيري نيوز ولا ذاك يعني الاذيزناف ولا الاذانتياه يعني كيني بزاك ديال الماكلة لقيت شي وحددت اللي مولف تسوكل بها وقيتها ما كيناش عشنا هو غدير المشكيل كتخاف لانش حام واحد كي ديرب معاولي القورة اعتمارا وكينها اللي اللي يبغو تزونو كيضيعو له وكين اللي كيتها كي حمرو وسالي كيخرج في واحد نوع ديال المراض الكبير وليشي حاجر يعني يقاو مشاكين كي يقاو يعني الاسباب ديالهم راجع هاد التغذية والماكنة من اللول هاد اول مشكيل فالإخوان في حالات الى كانت عندك مثلا افانتها المواسطة ما عندهم مش مشكيل الى وكلتي بها بوحده بوحدها ولكن لما قلين مزيان يعني تخلط واحد تركيبة غدي نعطيها لك وتخلطها مع هاد الماكلة باش ما تأطرش على الطيور يعني مستقبلي اشنا هو كان نشد الزوان الزوان وكان نجيب نورد الشمش منقية ومن اللي نجيبهم مرخلات شو ندينهم كان نغسل الزوان مزيان وندينه في واحد اللاطة ونحطه للشمش يكرم ومره مره نجي نتقلبه وخليه يكرم مزيان وكذلك يعني ذلك الزريعة راك تكون مداوية نشدها نغسلها ونحطها تايف الشمش تكرم من اللي يكرموا نجيبهم نشد الزريعة ندينه في واحد اللاطة وهذه اللاطة اللي كتدير فيها وندخلها شوية للفران هتبع اللي يكتبخر باش ما يبقاش ذاك الماء فيها بزافة يعني كتنشف ونجبدها خليش تقرموا نولا تحرق لا اه كتجبد مسائل باش يطير ذاك الدخان بحال شي حاجة شي لبس شي حاجة ساردة من اللبس ديالك بعد خطرات كيكون فيه شوية لما مليك تدين لي البلانش كي يبلك هذاك الدخان طلع يعني كيتبخر ذاك المل باك احنا كنحاولوا موصلوا الصورة باش اخواني فهموا كنجيب العبار كيخ سنكون غادي نجيب واحد اللي غادي نخدم به في هاد الفطراء ديال العشريان متنا هذك العشريان كنديل عندي كنديل واحد لخمسة ولاستة ولاسبعة ولاثبنية ولاعشرة ديالي معا القبار ديال الافاتياء كنحط في واحد الحق خور وندير واحد ثلاثة ولاربعة ديال معا القبار ديال الزريعة الكهلة من اللي كنتحنها من اللي كنتحنها من اللي كنتحنها والإخوان كنتحن مزيين زريعة كنتعود ديرها في داك ما يسمى عندنا مغالبة غرباء الشطاطو أو شيء آآ زيب حياتي أو ديالك ليبة ديال العيالات نشدها ندير المهم خسو يخرج غير الدقيق اللي هو كبال لك ما هتلقاش فيه مشكلة لا مع الطير ولا مع السرنج اللي غا تدير أو باش تكتوك وهذه نجو هذه النقطة تاية ربعة ديال العواشق ديال نوارد الشمش وكذلك الزوان تهوى نفس الطريقة من اللي يتطحن يتغربل ويحيد دك القشور ودك شيء ويعاود يتطحن ويتغربل لأن الزوان فيه مشاكل إلا ما كانش مطحون مزيين لما خرش شغل الدقيق بالنسبة للزوان سيكون العبار أكثر من زرنجها دائماً لدرتي هنا أربعة أو ثلاثة ديال العواشق ديال نوارد الشمش الزوان يكون فيه ستة فهذا الحويج مع آذانتية يتخلطو وكدينو بحق تصدعليه من غير ذيك الآذانتية اللي ببحدة لديك صافح هيدا صدق أنا كنت أدوي على التخليطة اللي تخلطت اللي فيها ثلاثة ديال الحويج فيها الأفانتية وفيها الزرنجها كحلا وفيها الزوان كان نخلطهم وكان فيها لديك المدة ديال خمسيام عشرية مهم من تلعبار على شحال ستوكل وديه مسب هادو الإخوان كتهز إذا كانوا الوليدات صغر باقين صغر خمسيام ربعيام ستة يام ومن أحسن من أحسن نقولها باقين هما يكونوا يجيبهم نسق زيزيبة نسق زيزيبة وما يقول لي شيء واحد لا قادية العش شوف الماليع كل شيء يجيبون عش هلا ما كانوا نحضروا على اللي يجيب عش والاجوج ها صاحبي رأى عش والاجوج وما تتلاته لا يمشيش هد والله العظيم بالله وكان حلب بالله وكان نحن بالله ويجيبت عش والاجوج كل ملوع ويبسعوا غير هذو السيادة قتالة اللي يشدوا الخلاوة تاوي ودكورة هذو يكون الحط والنسل تحيضوا كل شيء هذو يكون مصيفة العظمة وكل شيء ولا عارفتش فهذا العش والاجوج جبتها كملوع غير عرف المشكلة هو اللي يجيب تعييشهم بشي تجيب جوج تقلب عدو ثاني تجيب لا ستجيبهم بشي يكونوا واخدين ذلك الماكلة دمهم مستافدين من الطبيعة كل شيء ديك المانعة الدم قوية بزر الحويج يعني كيستافدو هذو الساعة من الاحسنة اخوان من الاحسن الماكلة تكون بالقصبة تديرها بحل القلم اللي كانوا يكتبوا به الفقها شد القصبة وديرها لانها كان الماكلة كالدالنة وفي الصور ديارهم يقدر الله قاعد يجبتين صور تكون الماكلة جارية ما حدموا ما كيكبروا وكتعقد الماكلة شوية ومن الاحسن دائما تكون الماكلة يعني دافئة تكون دافئة ما تكونش باردة الى ما كانت هذيك ديال القلوب كنا واحد المسألة اخرى كاتمشي لهادوك كتشري واحد الشيطة يديرها رصامة فنانا رصامة كتشة 25 ديار ملي تشري شد 7 ديار مليا ويطاحون من الخيوط وماذا حاجاته طوال الطائر لا شي طام بزيانة مع انتا كتدورها وكتهز هو مصة وكماكلها بزيانة كي يبقاوه لماذا نقولوا اننا لم نريد التعديد الداخل هذي هضرو علي لانا ما ميتجرح لها لما خالي الصوتية دياله وكي ميكونش ترى التطير مع الصب إذا أريد أن أقوم بالسرنة و أعمرتها و أدرتي و أملف توقف بالسرنة أمال فوق أضع لي و أعطيك و أعطيك فمه و أعطيك لأنك من أجل أن تكون لديك العبارة و أعطيك و أعطيك و أعطيك ركيبك و أقول لك أنك الوكلم جيد و أخارجي عندي بحالة تقول لديك شوك و أعطيك العواقب في الأخر و أعطيك أخبرك و أعطيك و أخبرك و أعطيك أخبرك و أعطيك أي أجل و أعطيك أخبرك بإدارة تقلق و أعطيك مرة أخرى و هناك كبيرة تقول لديك فهناك بالنسبة لك أن تقليطة لديها نوع من الماكلة بحالة الأذانتي و لم تقليل فأني أن يجب أن أعطيك إذا لم تلقيت سوف نشط زوان دائما زوان تكون العبارة الضوبل من الزريعة وبنسب الطريقة التي تريدونها تغسل وتشمش يدار هذه الحواج والتطحان والتغرب يتخلطوا هذه الحواج دائما زوان أكثر مع عرقة الزريعة جوج والثلاثة الزوان دائما ثلاثة الزوبل سوف تخلطهم سوف تجلب الخص سوف تغسلهم كبار سوف تتحنهم على الماء سوف تتحنهم على الماء سوف تصفيه من الماء سوف تصفيه سوف تتحنهم في القرعاء بالتلاجة ومرة مرة تأخذ واحدة المعرقة وتأخذها مع عزوان وزريعة سوف تخلط بطبيعة الحال المدافر وإذا كانت الماكلة جارية سوف تتحن في الصباح وفي العشياء سوف تتحن الماء سوف تتكفيه المسخون وتضع الطاصر لكي يسخن سوف يسخن الماء بطبيعة أخر ومرة مرة لمرة كثنت أجد كثيرا أيضا سوف تتحن الماء تحتاج إلى تفاح أخوة أعطيني هذا النص جيد ونصوية لأنه طيب تنقيه وتغسله وتحقه تحقه مرة ثلاثيين تحقه وتخلط لهم هذا النهار تحقه تخلط لهم تحقه 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 لأنه لديه منافع قوية خاصة الخص ينفعهم لكي تكون البسقة كبيرة ودائماً معيار الإخوان بأنها مزيانة يكون فيها البيض بالنسبة للأولاد كلهم تكون البسقة كبيرة دائماً ننقي العش بنهاي ننبقها ونجيب هذا مرة مرة نجيب الماء قيم دافئ ونجيب نشير قوبي من الودنين سنأخذها نقطره الماء ونقطره في الفم ديالما هو قيم السا هداك من هداك ولا تدير ديك الشيطة اللي كتوكل بها تغسلها وتحط هميكوش الماء بزاف وعطيه مره 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 مقاطعة ديالما هدا خاصة من اللي كيفوته العشرية هاد الحويجة الإخوان هما باش قبرنا احنا باش يعني كنا نوكله لوليدات من طبيعة الحالة الإخوان في مسألة ديال تلقين احنا دابا غير هده هده هدرنا غير على الماكلة واشنين الماكلة غتعطي وإلا كانت عندك طابيرلين حاول تقلب على ديك طابيرلين كرية كان أفضل هدهك دائما في كل ماكلة كتخلط ليهم واحد الراس ديال العاشق تخلط ليهم معها في الماكلة وعطيها لهم باش يستفدوا من الفيتامين هده هي الماكلة الإخوان غادي ان شاء الله رحمه 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 في الحلقة الأخرى غادي نتبعوا معاكم حتى نرى تقالية كيفية التلقين كيفية التحفظ ومن هنا تبدأ الكلام ها الإخوة كيف تدخل عشدار يسمع الكلام كيف تتوقف فيه يسمع الكلام ضروري ومن أحسن الإخوان تكون عندك واحد في التليفون تكون عندك واحد المجموعة التي تديرها القدام تبتبيت تعاوق وتزلق تديره في القدام تكون عندك فيها خمسة دقائق التي تتوقف فيها الفريقات من المجموعة التي تتوقف فيها تتوقف فيها تتوقف فيها تتوقف فيها ومها سيسمع الكلام تتوقف فيها تتوقف فيها كل هذه تتوقف فيها هؤلاء تتوقف فيها هم الكلام أسمع الكلام التي تتوقف فيها تتوقف فيها ومساعة الوقت مرة من ثلاثة تسويع لثلاثة تسويع هدا من اللي غادي يكونوا عندهم الضيور عندك انتا جبتيهم على ثمان ايام عشر ايام عندهم عشر ايام. ثلاثة تسويع ثلاثة تسويع لوكرهم. يجوع و يبلغ هنا مبقاش يجوع و ينود اعطيه اياه كل مزيان. كان نغطيه ندفيه. من اللي كي يبدأ يخرج الريش و بدأ يحل العينيه و طارده كان بدأ نزيد لي في الوقت ثلاثة تسويع ونص حتى لو نصلي معه ربعات تسويع اربعات تسويع و من بعد ان شاء الله غادي نكملوا هذا الحلقة دينا نرى حلقات يعني جد قيمة و ندخلوا في ايطار ان شاء الله رحمه 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 كيفية التلقين من هاد البداية البداية التلقين كانت تبدأ من هاد المرحلة اخوان تحياتي لكم و سبحان الله عليكم جميع النوم الله سبحانه و بتكونوا مستفتوا و دعمونا و دعمونا و دعمو القناة ديانكم اشتركوا في القناة شكرا